ونعود إلى مراسلنا في مدينة الرفح في قطاع غزة غازي العلول أهلا بك غازي نتابع معك جديد المشهد في الساعات الماضية تفضل لما تحية لك دعيني أبدا من أقصى جنوب القطاع هنا من رفح حيث الأحزمة النارية التي شهدناها خلال الساعات الماضية والتي أصفرت عن 11 شهيدا جراء هذه الغرات التي طالت مسجد علي بن أبي طالب بالإضافة إلى أحد المنازل وأيضا جمعية خيرية كانت تقدم المساعدات للفلسطينيين النازحين الاستهدفات كانت في مناطق ماهولة بالسكان وفي مناطق ادعى الاحتلال أنها مناطق آمنة أحد عشر شهيدا ولازال هناك العشرات عمليا تحت العنقاض فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني محاولة انتشال بقية الجفامين والتي لا يعرف عددها حتى هذه اللحظة وهذا يتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة والضارية بالإضافة إلى الأحزمة النارية والغطاء الناري الكثيف في مدينة خانيونس على اعتبار أن الاحتلال أضاف إلى قواته المتوغلة في هذه المدينة بعض الفرق الهندسية والفرق الاستخباراتية والهدف من ذلك هو الوصول إلى الأهداف المعلنة من قبل جيش الاحتلال المتعلقة بالبحث عن قادة حماس وقتهم بالإضافة إلى العثور على الأسرى وتحريرهم ولكن حتى هذه اللحظة بعد 75 يوما لا زال الاحتلال يفشل في كل هذه المساعي في حي الشجاعية الذي شهدنا بعض الصور واللقطات المؤلمة المتعلقة بالاستهدافات العنيفة التي تزامنت في نفس اللحظة ونفس الدقيقة محيت 56 مبنى عن وجه الأرض وأصبح أثرا بعد عين نتيجة هذه الغارات الكفيفة والعنيفة وهو الأمر الذي يدلل على أن الاحتلال فشل على الأرض عمليا من الوصول إلى عمق هذا الحي والذهاب نحو تحقيق أهدافه أولا من خلال تحرير الرهائن أو الأسرى الذين قتل ثلاثة منهم في أحدى الحالات بالإضافة أيضا إلى عدم قدرته على مجابهة المقاومة الفلسطينية التي تتصدى مع هدنها في السنوات الماضية خاصة في حي الشجاعية استطاعت دكاليات الاحتلال وتدمير عدد كبير منها وأيضا قتل عدد كبير من جنود الاحتلال من بينهم قائد لواء هولاني هذه الموطيات دفعت جيش الاحتلال نحو الذهاب لحرق هذا الحي عن ذكرة أبيه وتدميره بشكل كامل هناك عشرات الشهداء بالتأكيد ولكن لصعوبة الموقف وحساسية هذه المنطقة يصب على سيارات الإسعاف الوصول إلى هناك عمليا أيضا نشهد بعض التوغل في الشوارع الرئيسية مثل شارع الثلاثيني الذي خلف سبعين شهيدا الاستهدفات التي جرت فيه بطبيعة الحال وأيضا منطقة الصبرى هناك استهدفات واشتباكات عنيفة في هذه المنطقة التي كانت قوات الاحتلال قد انسحبت من هذه المناطق خلال الأيام الماضية ولكن هي عادت إليها مرة أخرى وسط حالة من القلق والخوف لأنفلسطينيين الذين باتت أمامهم الخيارات محدودة هم لا يعرفون إلى أين من الممكن أن يذهبوا بعد ذلك على الرغم من أنهم صمدوا على مدار 75 يوما في مدينة غزة وشمال القطاع ولم يخرجوا منها بتاتا لكن يبقى أيضا حدث أبرز متعلق في شمال القطاع هناك لا زالت الاشتباكات العنيفة ضارية في وقت تقول مصادر إعلامية عبرية بأن الاحتلال يتكتم عن حدث أمي خطير للغاية متعلق بخط العدد كبير من جنود الاحتلال بالإضافة إلى إصابة آخرين وتدمير آليات عسكرية وحديث وترجحات تقول بأن هناك من الممكن أن تكون عمليات خطف لجنود إسرائيليين في أحد المحاور التي تتوغل فيه آليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال كل هذا يتزامن مع استمرار المفاوضات الحثيثة وهو ما يفهم منه طبيعة النيران التي نشهدها في قطاع غزة كل طرف يريد الضغط على الآخر المقاومة تريد الضغط على الجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دباباته وجنوده والاحتلال يتخذ طريقة أخرى من خلال قتل المدنيين واستهدافهم بصورة مباشرة كل هذه التفاصيل لنا بطبيعة الحال تؤكد بأن المفاوضات تسير ربما تحت ضغوطات كبيرة وصعوبات كبيرة ولكن لا يمكن أبدا التنبؤ بنتائجها كل الأمال معلقة على هذه المباحثات لوقف إطلاق النار نعم شكرا لك غازي العلول كنت معنا من مدينة رفح جنوبي القطاع ترجمة نانسي قنقر